اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان في مباراة ليفربول ويفيرتون الديربي اللي كانت بتتلاعب مبارح وانتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل لشيء احرز الهدفين في الدقيقة السادسة والثلاثون محمد صلاح وفي الدقيقة التاسعة واربعون جاكبو وانتهت المباراة بفوز ليفربول حصل لقطة مثيرة في المباراة وهي لقطة احتكاك اندي روبرتسون مع بيكفورد حارس مرمى ايفيرتون اللي حصل لباكليفت بتاع ليفربول روبرستون عدى من واحد واثنين بعد ما الحكم ادى فاول هو تعمد اللي هو يراوغ اول لاعب بعدين عايز يراوغ حارس المرمى فبيكفورد اتعصب وادى له بالكتف زقه جامدة فالتاني طبعا بصله وضحك وصخر منه وزي ما انتم شفتوا كده في اللاطات كوادي مدافع ايفيرتون مسكوا كده من زمارة رقابته وكان عايز يخنقه وروبرتسون راح جاب لهم صاحبه حبيبه فاندايك قال لهم انا هجيب لكم الوحش بتاعنا هو اللي يشوف شغله معاكم وحصل طبعا الاشتباك والحمد لله جاءت سليمة ولموا الموضوع وفضوا الخناقة بسبب استفزاز روبرتسون لبيكفورد وكوادي زي ما انتم شايفين كان بيبصوله وبيضحك وبصراعه يعني ما كانش لها لازمة روبرتسون يعني الحكم صفر للكورة فاول ما كانش لها لازمة اللي انت تراوغ المدافع وبعدين تراوغ حرس المرمى بعد صفارة الحكم يعني يلا عموما انتهت المباراة على خير وكانت خناقة واتفضت والحمد لله فاز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء اشتركوا في القناة